برضو النموذج تاني غريب ويأكد على فكرة ان الستات ما بيسبوش مجال ممكن يبضعوا فيه بس المجال دا مختلف شوي احنا شفنا اسماء وهي في ورشة النجارة تعالوا نشوف عبير وهي في صالون حلاقة رجال جلوس شخص لتهذيب شعره او ذهابه لاحد الحلقين مشهد معتاد لكن غريب ان اكترى من يقوم بهذه المهنة امرأة وليس رجل عبير البالغة من العمر 45 عاما قررت ان تكون اولى السيدات التي تمارس المهنة لديها انا بشتغل بلع 20 سنة في الموضوع دا وليس فتح المحل دا من 4 سنين انا اصلا ما جيت اشتغل كنت متجوزة في الوقت دا ما كانش حتة الاعتراض من اهلي ولا حتة الاعتراض من جوزي بالعكس هو كان مش مدقي ان انا شغالة في محل رجالي لان هو الحمد لله يعني حتة السكة دي موجودة فخلص فهي دا لي سيدة تمارس مهنة الرجال في مجتمع يصفه الكثيرون انه ذكوري ربما يحملها الكثير من المتاعب والله تعلاقات ممكن بتقافي ناس مستغربة يعني ان في واحدة هي اللي فتحك وفي الرجالي فانا ما بيهتمش بتعلاقاتهم دي خالص لا يقف الامر عند مجرد المتاعب في مهنتها بل يمتد لكثير من المواقف الطريفة المواقف الكمودينة انا تعرضت ليها ان كان فيه معي زبون هو معتز او بحط شعر هو بيحب شعره جدا فشعره باز قال لي خلص شليه زيره مفيش مشكلة ومن ساعتها بيقص زيره اكتنع بالقصة زيره عليه تميزها في عملها وتنوع خدماتها جعلها مقصدا لكثير من الرجال عبير سيدة مصرية اتخذت مجال عمل كان لا يطرقه من قبلها سوى الرجال لتثبت ان المرأة المصرية ربما اكثر من نصف المجتمع دينا حويدق صباح عن رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما شفنا نموذج اسماء في عملها في ورشة النجارة وكمان عبير في صالون حلاقة رجالي دايما المرأة ممكن تجرب التجربة دي يا محمد انا كنت لسه بفكر معاك قبل الانفاصل با مش عارف يعني الواحد متعود يمكن من هو صغير على واحد المخرج دي كان عنده كده نوع من ادواء التحيز الواضح والعنصرية الشديدة ضد المرأة يعني انا لا 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 انا مش هروح ليه يعني عادي على فكرة ممكن نجرب وانا شايفة ان هي بتعمل حاجات مختلفة ولطيفة فبلاش التحيز دا يعني طب ابراهيم ممكن نجرب ممكن نجرب انا وابراهيم المخرج نروح كده مردو على عمير محمد حيروحي جرب يقول لنا التجربة دي شكلها تعمل لنا قصة جديدة